بحث وزير الموارد المائية والرأي هانيس ويلم مع وفد وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الترتيبات الجارية لتنظيم فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم كوب 27 بشارم الشيخ كما شهد الاجتماع تنسيق المشترك لإعداد دراسات فنية عن تقييم استخدام نظم الرأي الحديث في مصر وتم بحث الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج القومي الثالث للصرف ودرك في إطار النهج المتكامل الجاري تنفيذه بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي